أصدقاء الأقحوانة عاشت وسط بستان أقحوانة بيضاء متفتحة الأكمام في أحد الأيام زار البستان مجموعة من الأطفال ففرحت الأقحوانة عند رؤيتهم وقالت هؤلاء أصدقاء الطبيعة وأصدقاء الطبيعة هم أصدقائي انتشر الأطفال في البستان والأقحوانة تراقبهم باهتمام بدأ نزار ينتزع الأعشاب الطفيلية بهمة فقالت الأقحوانة يا له من صبي نشيط نزار يصلح أن يكون صديقي لكن ماذا تفعل رشيدة؟ إنها ترمي الحجارة في البركة مسكينات صديقات السمكات لا شك أنها قد فزعتهن إن رشيدة لا تصلح أن تكون صديقة لي سأرى الآن ما يفعل محمود يا لفرحتي إنه يمسك فرخا بلطف ليعيده إلى عشه إن أحمد يرأف بالحيوانات وهو يصلح أن يكون صديقي رأت الأقحوانة سعيدا جالسا على مقعد يقرأ كتاب فابتسمت وقالت الحمد لله أصدقائي كثيروا ترجمة نانسي قنقر شكرا